من هندسة شوين أنا قسم كمبيوتر كهرباء وكمبيوتر هو الحوادث اللي بتحصل عندنا في الأطراط المفروض أن القطر حاجة بسيطة يعني أن القطر المفروض بيدس على سنسور أن المزلقان يوم جاي اوتوماتيك قافل إيه المنظومة البسيطة دي لما بتطبقش عندنا في مصر تمام سؤال عن المزلقانات اتفضل حضرتك أنا محمد قدير هندسة مدني جامعة عين الشمس مرحب بحضرتك وشمونس عزر عايزة أسأل سؤال ملوش علاقة بالهندسة والسؤال الثاني ليه علاقة بالهندسة أول سؤال أنت حضرتك وانت شاب قدنا كده كنت عايش حياتك وخروجاته وبنياته كده ولا من الشأ ولا من الكلية للبيت هو حقا سؤال مهم يعني انجلت لهمية ومهم جدا الثاني سؤال دلوقت أنا الصفة اللي اتميزة أنا بقى مهندس شاطر مش مهندس عادي شكرا المزلقانات ليه مش صعبة زي ما انت شرحتها ببساطة القطر بيمر على زنزر أو عنده في الكمبيوتر بتاعه امتى القطر هيعدي وبينزل لوحده لان فيه اللي هي المكاتب او الاماكن بتاع تحكم الالي الالكتروني في بقى زين الشبكة كلها كشبكة اشارات اللي هي بسموها زيجنرينج يعني كلها متحكمة تحكم آآ 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 الالكتروني مش بس المزلقان القطر بياخد الاشارة والاشارة بيديها وديده له اخضر وزرق او اخضر بيمشي بيها بيمر بسرعة معينة نحسب بقى السرعة السرعة برا عن ايه كيلو متر في ايه مسافة في ايه في زمن يا طلبة هندسة ها مسافة في ايه مسافة وزمن مش علا مسافة وزمن خويس يعني بقى تعدقيه المسافة فقد ايه وقت صح ها خمسين كيلو متر بقى بتاعها في ساعة يبقى انا هارف ايه السرعة بتاعتي فيبقى بيديله المسافات بيديله السرعات بيتحكم فيها وفي الوقت ده بيوصل للقضيب ده امتا بيوصل للمزلقان ده امتا يقوم المزلقان ايه قافل بالناحية الالكترونية بتاعته اول ما بيمر من الاشارة بيدي ايه اشارة للمزلقان ده مر من عندي فيقوم عارف انه بعد خمس دقائق علشان مسافة وزمن زب انا قلت ينزل دي الحاجة البسيطة كل ده تحكم قال ايه موجود كوينس ليه متعملش دي بقى طبعا انا معرفش لكن ايه معن السيستم دلوقتي بدأ يتغير ان احنا بالمناطق اللي هي موجودة دلوقتي ان الزجنة يبقى دلوقتي ايه مش آلية بدأ الكتروميكانيكية بتتغير دلوقتي على مطاد في شمال وجنوب مصر فدلوقتي حيحصل فيه تغيير بس طبعا ما بتتمش من يوم وليلة لان انت عارف طبعا كراجل بتاع كهربا اسلاك وكهربا وبرنامج وكمبيوتر وكل ده يعني الحاجة وتاني حاجة ودي اهم من كل اللي انا بقوله احترام القواعد يعني ايه ما يجيش واحد المزلقان نازل يوم برضه بالغزم نعانه يشيله ويجيب البتاع مش عايز يقول ويشده ويكسره علشان يعدي بيه بيشده يعني فهم يعني فيه احترام ايه لما الاشارة بتنزل اقف استنى لغاية ما القطر ايه يعدي بيش يقولك سيبك ده فاضل له عشر ساعات ويجي ونعمل الحوادث اللي احنا بنقوله ففيه احترام واحترام النظام واحترام الايه اللي موجود وتالت حاجة الامكانيات فهي دلوقتي بدأت معالي الوزير هشام عرفات بدأ الموضوع ده ان هو يعمل تطوير التنظيمة او المنظمة السكر حديد من ناحية الفنية من السكة للإشارات للأطرات للجرارات لكل حاجة المنظومة كاملة بدأت دلوقتي ان شاء الله هتتمسك يعني وحتتعب كان السؤال الوجيه لو علاقه بيقولك كنت مقضيها خروجات وبنات وكده وانت في الجامعة زي وكده يعني كنت بشتغل في ألمانيا وبتعب وحوش علشان برضه اقعد ويك اند اتفسح برضه مع صاحبتي او اروح معاها ما برضه فلسفة فلسفة العمل وفلسفة تنظيم الوقت ازاي استغل وقت فراغي ها استغل بقى بأي ان كان انا اشتغل وازاي اشتغل انظم وقت دراستي ما مش كل حاجة دراستي ومش كل حاجة شغري مش كل حاجة لكن ازاي استفيد بيها هاخد وقت فراغي واعمل كرسات ألعب رياضة اعمل لغات اتناقش مع حد اروح مع صحابتها شرب قهوة او اي ان كان مش كل حاجة دراستي مش كل حاجة زي ما بسموها عندكم زمان موس مش هي ما بسموها ايه عاية جدا افتكرت لا مش هي دي مش هي دي الحياة الطبيعية لكن في احترام للشخص اللي قدامك في احترام لموعدك لوقتك لدراستك ما فيش حد يعطلني عن دراستي عن نجاحي كل ده طبعا كان موجود في حياة من غير ما ما در لقدامي دي لازم من الواحد يحترمها نكتبعرف